اشتركوا في القناة تشكيل الرئاسات وترقب لكسر الجمود واللجوء الى طاولة المفاوضات تعطول الموازنة العامة الاتحادية بسبب الخلافات السياسية والبديل قانون الامن الغذائي الذي يثير لغة كبيرا داخل البرلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الاحبة بين يوم واخر تصدر كتلتاء لطار التنسيق والتيار الصدري مبادرة يقال انها تمثل حلا للانغلاق السياسي اللي تمر به العملية السياسية واللي مضع عليها ما يقارب سبعة اشهر لكن جميع هذه المبادرات لم تجد طريقها الى قناعات اغلب القوى السياسية او بصورة ادق لم تجد طريقها الى قناعات زعامات الاطار والتيار الصدري لماذا؟ لذلك يجمع مراقبون للشأن ان هذه المبادرات رغم النوايا الصادقة لاصحابها وحرصهم على ايجاد مخرج لهذا الانغلاق السياسي الا انها لم تزد زعامات الاطار والتيار الا بعدا لسبب بسيط وهو انها ما عالجت جذر المشكلة اللي حصل بسببها الانغلاق السياسي اما بالجانب الاخر اثار مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي اللي طرح من قبل مجلس الوزراء اثار لغط كبير داخل قبة البرلمان في وقت استغرب مراقبون من قيام الحكومة بتقديم مشروع الامن الغذائي واهمال قانون الموازنة الصراع جديد بدأ فتيلة يشتعل داخل مجلس النواب سبب مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لا سيما انه جاء من حكومة مهمتها تصريف الاعمال فقط ليكشف قانونيون ان الامر يعت خرقا واضحا وصريحا من قبل مجلس الوزراء مشاهدين الاحباب حصادنا لهذا اليوم خلونا نناقش هذين الملفين المهمين وكل تداعياتهم مع ضيوفنا الكرام ندعوكم للبقاء معنا ومتابعتنا اشتركوا في القناة أشهد سياسيون ونواب في البرلمان بمبادرة الاطار التنسيق الاخيرة بشأن انهاء الانسداد السياسي وقال النائب السابق قصي الشبكي ان مبادرة الاطار الاخيرة واقعية وشملت جميع الاطراف السياسية دون استثناء وعلى جميع اللجوء للحواء والخروج من حالة الانسداد من اجل تشكيل حكومة تخدم المواطن واشار الشبكي الى ان حالة الانسداد السياسي راح تكون عواقبها وخيمة اذا استمرت الازمة وان طرح الاطار حول تشكيل حكومة من المستقلين بهدف او يهدف لحال حالة الازمة الراهنة خلونا نفتح هذا الملف ولكن بعد ان شاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد الصراع السياسي المستمر والانسداد الكبير الذي نجم عنه واستمرار بعض الكتل السياسية بمواقفها دون تقديم التنزلات وتبني بعضها الاخر مشاريع خارجية وداخلية يراد بها التفرد بالسلطة وتهميش باقي القوى وممارسة سياسة كسر الارادات في العمل السياسي والتشريعي يبدو انها متغيرات اوصلت العملية السياسية الى طريق مسدود ومنزلق خطير بعد ان جعلت من انتهاء المدة الدستورية لعقد الجلسة الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية عامل جدل بين المؤسستين التشريعية والقضائية سيما بعد ان فشلت قوى التحالف الثلاثي في تحقيق النصاب القانوني للجلسة مرتين وذلك بفضل عدم حضور قوى الثلاث الضامن الذي يضم كتل الاطار التنسيقي للقوى الشيعية التي منعت بدورها منح منصب حام الدستور الى شخصيات انفصالية وذات علاقات مشبوهة مع دول اجنبية او عليها ملفات فساد سابقة فما بين امكانية التأجيل والتمديد للتوقيتات الدستورية لتمرير الرئيس والتي انتهت يوم السادس من نيسان الماضي تعاول كتل سياسية منظوية بمجلس النواب على فتح صفحة جديدة من الحوارات بين طرفي الاطار والتيار والسعي الى تذويب الخلافات والتوجه الى تمرير الرئاسات عن طريق التوافق السياسي اضافة الى تصحيح مسار العملية السياسية خلال الفترة المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفاعلية هذا الاقتراح يعني بداية تحية لضيفك الكريم وقناتكم وتابعيكم الكرام حقيقة هذا الموضوع أنا شخصيا على المستوى الشخصي كقراءة للوضع السياسي المعقد لا أرى أي من مبادرة التيار أو الإطار مبادرة من أجل حلحلة وإنما دفع الكرة عن ساحتهم فقط ليش؟ لأن القراءة الحقيقية أما اتفاق على ما مضى أو الذهاب نحو عقد جديد والإيتام بمرحلة انتقالية نحو هذا العقد ليش؟ لأننا صارنا 19 سنة هناك اتفاق معلن ومبرن ما بين القوى السياسية جمعا على أن تكون رئاسة الجمهورية كحصة كردية بتوافق الحزبين الكرديين اليكتية الديمقراطية ورئاسة مجلس النواب لبيت السني بتوافق الأحزاب السنية ورئاسة الوزراء بتوافق الأحزاب الشيعية ما حصل في هذه الانتخابات وما تمخذ عنه من تراكمات بعد ما جاء القانون الانتخابي الحالي والنتائج التي تمخذت عنه وتوافقت حط لخطين تحت كلمة توافقت القوى السياسية مرغمة على قبول النتائج بالتالي وجدنا نفسنا في حالة انسداد كيف ستمرر النتيجة بإبعاد أو إقصاء أو عدم تراضي الأطراف في كل المكونات ترى بالمناسبة العامة نقطة التشريع ذهب إلى بيته المعهود ورئاسة الجمهورية أيضا إذا كانت لكل الحزبين فهي في الخان الكردية بقي المنصب التنفيذي كيف تنظر إليه تمام وإذا ذهب سيد مسعود برزاني في أخذ رئاسة الجمهورية ورئاسة الإقليم وإقصاء اليكتي من الاستحقاق الانتخابي فأنا أجد نفسي أمان قراءة جديدة قائد في الانتخابات القادمة الأطار التنسيقي يحسنون عدد من المقاعد بوجود اليكتي وبعض القوى الأخرى الوليدة التي ستشكل معهم الحكومة وقد نذهب بعيدا عن وجود السنة أصلا في الحكم يعني بعد ما يكون حتى مجلس نواب يقول لهم يقول لهم هذا استحقاق انتخابه وإحنا قدرنا نحقق 220 أو نصف زائد واحد ونمرر ويمشي كل الأمور أوكي بالتالي هل هذا الأمر سيعتبر إقصاء وتهميش أم رح يعتبر هذا الأمر وارد على اعتبار وإحنا أمام عتبة جديدة في تكسير الأعرار وهذا القراءة موانية هذه القراءة استراتيجية الانتخابات القادمة ستغير جميع المحاور يعني قد نجد رئاسات ثلاث شيعية بحثة على اعتبار ممكن الشيعة وحققون هذه الأولوية أو ثلاث رئاسات بتوافق بعيدا عن مكونات واتفاقات وأعراف بني عليها الدستور منذ عام 2003 لليوم طيب يعني هذا رؤية ينتقل بها الأسادة علي أسادة علي ينظر أسادة أحمد العبدالله بأنه الرئاسات بالمستخبر ستكون كل الشيعية رغم أنه سالشيع ما سالمن على رئاس الوزراء الكل يدعي أنه له حصة فيها طيب ابقاء التنازع الحاصل بين الإطار والتيار وهذه الجدلية رغم المبادرات المطروحة الذهاب نحو النواب المستقلين وأطاعهم هذا الزخم رح يجعل رأي العام شربي أهمية أهمية النواب المستقلين يجعلهم أنه يتقدمون نحو هذا المنصب يقدمون يديون هذا المنصب موقف الكتر الشيعية فيما بعد هذه الحقبة الوزارية يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلي يا رب على محمد وعالي الطيبين الطاهرين تحية لك سيد الكريم وتحية لضيفه الكريم وتحية لجميع المتابعين الكرام في البدء نعزل أخوة في منظمة بدر المجاهدين بفقدان قايدا فذا أبا مريم الأنصاري نسأل الله نتغمد روحه مع روح السعداء صراحة مثل ما تقدم جناب الأستاذ الكريم السادة أحمد العبد الله بأنه اليوم عندما رميت الكرة إلى المستقلين حسنا نتحدث عن وجهة نظر الإطار وجهة نظر الإطار اليوم الكثير من الشعب العراقي لاسيما الطرف الثاني الطرف الآخر من الأخوة التحالف الثلاثي يحاول إيهام الشعب العراقي بأنه من يتشبث بالسلطة هم الإطار الشيء أو الإطار التنسيقي هذه المبادرة التي أطلقت من قبل الإطار والتي وافق عليها الكثير من القيادات إن كانت في داخل الإطار أو خارج الإطار أيضا أعطت رسائل ورسالة واضحة وكبيرة بأن نحن غير مكترفين للأمر الذي يطلق بأن نحن متمسكين بالسلطة وأن نحن منطلع بالسلطة لها اليوم رئاسة الوزراء هي مستحقاق المكون الشيعي وهذا المكون الشيعي من ظن جزء من عنده الذي أصبح الآن هذا الجزء الواضح هو المستقلين المستقلين جزء من بيت الشيعي لن نفرزهم يعني أكثر الأخوة من المستقلين هم من البطل الشيعي يعني ما عدنا مستقلين كرد نسبة قليلة وما عدنا مستقلين نسلنا نسبة قليلة إذن العموم الأغلب هو من الشيعة اللي يولدت تشار لا يؤشر هذا الموضوع نعم إذا راحت رأسة الوزراء للمستقلين يعني أيضا هي ضبقت بالخان الشالية لا تبقى بالخان الشالية أولا الفقرة الأولى بعد الأولى الثانية الفقرة الأولى هي الحوار الثانية تثبيت الكتلة الأكبر يعني اليوم نرجع إحنا يا مستقلين ويا تيار صدري نجبس إلى الحوار ونخرج الكتلة الأكبر إحنا كشيعة ومن ثم ما نعطي يمرد إحنا للإطار التنسيقي ولا أنتم تردون هنا تمانض عمية الكرة وطيتوها للمستقلين إحنا ما عد نشكل حتى نثبت بهم إحنا ما طالد من النضوح هذا خليجبونا مستقلين خليشكل الكتلة الأكبر لأن الكتلة الأكبر الآن هي التي تقرر مصير العراق إلى أين؟ مصير العراق المن يمن يروح فلذلك اليوم الإطار التنسيقي أعطى فرصة للمستقلين وأعطى رسالة للشعب العراق ولكتلة السياسية وإحنا غير مهتمين للسلطة التي تحاولون أن ترموها على عاتقنا يعني وسط كل ذلك أستاذ علي أهمية المستقلين هل أن الرعي العام راح يتقبلهم راح يقدرون يديرون هذا المشروع أنا أقول لك دور السياسة ضخم لكن أنا على أقين بأنه هم غير ناجح ما يقدرون يجحون لا أعديش الإطار التنسيقي أنا أقول لك لا هذا أول إذا مبادر نحن من باب بأنه نريد حل حلة من المقابل الثاني لحد الآن يقول لك أنا ما رج رئاسة الوزراء من الإطار التنسيقي ما رج رئاسة الوزراء للعلم هو الإطار التنسيقي الآن هو أكثر من الثمانين إذن لدي الاستحقاقات هو البطن الشيعي الكبير فلذلك اليوم هذا التنافس ما بين الإطار والتيار نحن بالنسبة لكي إطار تنسيقي نقول لنستخرج رئاسة الوزراء من الشيعة لكن ليس إلا شغلة من الإطار ليس شرط من الإطار اختاروا أنتم يا تير صدري بناسبة حتى نحط هذا كلام اختاروا رئاسة الوزراء وتحملوا مسؤولية ما عندنا مشكلة بس طرحوها علينا خلن نطرح يعني اليوم لا تتفرد برأيك اليوم كجزء من الشيعة تتحكم من قومات المستقلين يوم الشيعة وأن تتحكم بمقومات الإطار التنسيقي اللي هو الشيعة يعني اليوم نحن نريد أن نثبت أولا الكتلة الأكبر على بواهم يمكن استخراج رئيس الوزراء ما يكن في المشكلة كبيرة فلذلك اليوم الإطار التنسيقي أو الإطار الشيعي من ساعة وقدم هذه المبادرة أعطى نقاط للحرحلة وأيضا أضطر تزامات على رئيس الوزراء أن يعمل كذا وأن يكون اختياره كذا وشخصيته كذا لأن أيضا محترامات لكل مستقلين ممكن أن يكون مستقلين يجب أن يأتي ويجلس قد يكون ما تتوفر مستقل فيها المستقلين احتمال لكول تفاور على الموضوع هذا بأن هذه الشخصية حقيقية قادرة عدى عن باع سياسي عن تدير ملف مثل الدولة الآن الذي أصبح به الفساد تسكم النفوف العنوف يعني مستحيل فالقصد من عطار التنسيقي أعطى رسالة للشعب العراقي وأيضا وصل رسالة إلى كل الأخوة السياسية بأن نحن غير مختلفين لهذا السيد أحمد يعني هذا النظام البرلماني قائم على الأحزاب وتشكيلاته لما يكون المستقلين هم في الإدارة التنفيذية هذا الموضوع يرادهم سند حزبي تعتقد قوة السند الحزبي أو مكشوف في الظهر قلن نسميهم راح يكونون قادرين على إدارة الدولة حقيقة هذا الطرح أنا أعتبر طرح مؤدلج طرح ليس صحيح ولا منطقي ولا يرتمي في حظن حلحة حقيقية في الانسداد الحاصل الآن ليش على اعتبار أرسلوا إحنا الأخوة المستقلين اتفقوا طبعا بالمناسبة كلمة المستقلين يجب تعريفها بشكل واضح هل هو مستقل عن أي دعم حزبي وأي توجه حزبي وهذا ما لا أعتقد به شخصيا ولا عمليا لأنه أنا جاء يتحدث وياك رئيس ماكنة انتخابية في قزب بالتالي عندي قراءات ولو بصورة عامة مو كلهم عندي طلاعات على أنه أغلب أغلب وليس الكل المستقلين لديهم توجهات حزبية بالباطن صح لكن بسبب بسبب رأي الشارع العراقي المنتفض على الطبقة السياسية بصورة كاملة والقاب الفراغي اللي حاصل ما بين الطبقة السياسية والسياسة والشارع العراقي اضطرت بعض الشخصيات للنزول بصفة مستقل أمام الشارع العراقي من أجل كسب رأي المجتمع إذا أخذنا التجربة الحالية تجربة الكاظمي أيضا يوصف بالمرشح المستقل أيضا حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ باختصار الكاظمي لو لا السيد برهم صالح مثل ما يقول جاب لهم الموت رضوا بالسخونة جاب السيد رئيس قائمة الوفاء أدنان الزرفي فراحوا الجماعة وافقوا على الكاظمي الكاظمي كان هناك طرح بتوافقية داخل البيت الشيعي لقبوله رضت الكثير من الشخصيات على التولي نصفة رفضها الشارع العراقي ونصف رضتها الطريقة السياسية منهم توفيق ألاوي محمد توفيق ألاوي منهم محمد الشاعر السوداني ومنهم ومنهم أسماء كثير لم تحضرني والورقة الأخيرة أصبحت الكاظم وهارضوا وكانوا أمام مفترق طرق وبالتالي قلبة الكذاع الملاح والسفينة وسيد الكاظم الآن أصبح في مأزق من عدم قبول القوى الشيعية داخل الأطار التنسيقية هسه هم جالك بالطرح هل من أخوة في الأطار إذا ذول المستقلين اللي هم مراهنين عليهم أبقوا الكاظمي الشخص الغير محبب داخل الأطار التنسيقي والغير قادلين به بسبب المشاكل والإرهاصات اللي حصلت منذ توليين حكومة واختتم هذه الانتخابات والنتاج هذا ليسئلك عليه السادة أحمد نعم العراق لما يمر بأزمات متعددة بالتالي يحتاج إلى رئيس حكومة قوي قادر مسنود حزبيا يستطيع أخراج العراق من هذه الأزمات نتحدث هنا تفرد الأحزاب والقوة السياسية بهذا القرار أو تأثير كل الكتل السياسية على الذي يمسك زمام السلطة التنفيذية ويكون بتوصيف المستقل مدى فاعلية هذا الموضوع ما ممكن أنت ما ممكن اليوم ترى بالمناسبة بقاء سيد السعظمي كان مرهول ببقاء الانتخابات المبترة في موعدها المحدد لو متأخر شبر كان ما يبقى سيد السعظمي في منصبه الأحزاب كانت رافضة وجوده وقلقة من وجوده بسبب الإرهاصات التي رافقت وجوده وما زالت تصور على استبعاده وموضوعة بقاء بكج واحد السيد محمد الحلبوسي والسيد برهم صالح والسيد السعظمي كان أمر وارد ومطروح ما لم ترضى به لطار التنسيق وأنا أعتقد على المستوى الشخصي والله أعلم ما ممكن يقبلون به أنه يبقى ويستمر في الحكم ولكن هل إذا التوافقية الغير محبدة للجميع الآن أصبحت جاءت بالسيد الكاظمي كحل وسط أن تستمر الأمور بوجوده هل الأطار التنسيقية سيقبل؟ نقطع رقم واحد نقطع رقم ثلاثين المستقلين من يجيبون رئيس وزراء بنتحدث بس على شخصية رئيس الوزراء أما الاستحقاق الانتخابي كامل السيد عمار الحكيم أشار بصورة واضحة كما أشار السيد الخزعلي والسيد هاد العامري أن يكون البيت الشيعي حاضرا بدون إقصاء داخل الاستحقاق الانتخابي وليس العكس أسهو الموضوع لا يتفضرك أن يكون فقط موضوعة رئيس الوزراء ليش باقي الاستحقاقات الانتخابية مول إقصاء يشمل جميع الاستحقاقات الانتخابية مو بس رئيس وزراء ذات شكلت حكومة كما طرح السيد الصدر معناتها بما فيه قوى الموجود حالي سيد عالي فتلاوي سيد عالي لما نتحدث عن رئيس حكومة وأعضاء في هذا أو كابينة وزارية كاملة تشوف المستقلين رح أين تجد أماكنهم حسب ودرة الإطار التنسيق هل هي المشكلة برئيس الحكومة وبالتالي تكون المسألة التوافقية أيضا أشرت حضرتك في معرض كلامك بأن الحكومة المقبلة رح تكون مكبلة عدنا مخالفات دستورية عدنا فساد عدنا من قضايا كبيرة جدا المستقل اللي راح يجي هم راح ننتظر مننا أنه يقوى عودة وتكون عدة تجارب متراكمة حتى يقدر يقود البلد شو بستاذامي قبل قليل كان حديث مع الأخوة لأننا كل العمل السياسي النظام السياسي الموجود عدنا ويبني على هشاشة ضعيف ضعيف جدا ولا تتوقع أن يرتقي إلى المستوى الذي يسبو إليه العراقيين أو العراقيون لا تتوقع لماذا؟ كل الأنظمة الكبيرة لديها مركز انطلاق باستثناء العراق اليوم العراق دعنا نرجع لدول الجوار منهم قريبة عليهم يعني اليوم ذا روح فرر للسعودية لديها مملكة وهذه المملكة تضع القوانين لديها مستشارين تضع القوانين وتسير لديها برلماني يسير الأمور إذن عندها راس هرم الكويت عندها مشايخ إيران لديها المرشدة كل الشي يسمى السوري لديها رئيس ثابت لكن العراق كل أربع سنوات يتغير نظام جديد تتغير وجه جديدة وتأتي أحزاب جديدة وكلما أتت أمة لعنة التي قبلها يعني اليوم من يجيني أربع سنوات هذا أربع سنوات هو يحاول أول فقرة يسويها بأن ينسف الذي قبله يعني لا يكمل الخطوات التي يسير عليه لا يريد أن يسف الحملية السياسية وحتى يقول هذا الحزب الفلاني والشخص الفلاني هي كذابة وهي سراقة وهي 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 حتى ينسف ومن يجي الوراء أيضا فذلك لن توقع لن توقع بأن نقدر نتقدم خطوة واحدة بعد الأربع سنوات يحتاج لنا الكثير من قادة الشيخ الخز علي والكثير من قادة المقاومة قال يحتاج لنا رئاس جمهورية ثابتة أو شبه رئاسية ثم رئاس جمهورية أو شبه رئاسية حتى تستطيع تبني بينما أنت الآن برهم صالح يجه الشيار زيبار طلح وشيار زيبار طلح وشيار زيبار طلح وفوال معصوم طلح وفوال معصوم يعني اليوم عملية تدوير الأسماء وشكاة نفسه الحزب لكن الحزب اليوم ما يحاول يحاول يفيد العراق ويفيد العراق ويؤدي على أنه يفرض أن الرئيس الجمهورية فاد نعم مثل ما قلت أنت اليوم نحتاج لنا شخصية حقيقية بيها المواصفات التي طلبت من قبل إطار على ذلك ويقدرون دعمونهم بعد أن تشكل الحكومة الأكبر يعني بين قوسيين يتحمل اليوم إذا أخذت على نظام الإطار بأننا نحن الردنيوشي على نظام الإطار تتحمل إطار هذه التبعات باشر تتعرون قدام المجتمع العراقي إن كان كردة وإن كان سنة وإن كان شيعة إذا وافقوا وإذا كانت تيار صدري كذلك يا تيار صدري أنتم من جاءت المستقلين أيضا باتر تتعرون قدام المجتمع وتقولون نحن من أتينا بالمستقلين ما عندنا شكال تردون وتقول لا خلنا نتفق الآن نتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية طلع يا سيد الصدر طلع رئيس وزراء من عندك أنا موافق علي خليني جعفر صدر جعفر صدر طرح اسمك سيد نحن ما عندنا مشكلة اليوم حتى ومنتصل سيد مقتدى صدر بالسيد المالكي ما كان مشكلة لكن المشكلة كانت العالية بأن اليوم السيد الصدر شراب أنا مرشح سيد جعفر صدر توافقون عني وما توافقون نحن مهج يعني توافقون عني وما توافقون عنكم يعني وافقنا عليه ورحنا صوتنا على رئيس الوزراء سيد جعفر صدر ورحنا صوتنا على أي شخصية اختار النقراد أنا دوري شيء وين دوري لا أني كتلة أكبر لا أني برلمان لا أني لجان لا أني عدي وزارة لا أني عندي رأة وزراء لا أني كل شيء ما عندي أنا كأنما تريد تخليني جسر تعبر علي وهذا خب مو صحيح خلني قعداني ونوضع لنا نقاش للحوار ونشكل الكتلة الأكبر كحنا شيعة وعلى الآن ننطلق ننطلق للشيعة وننطلق للسنة السنة كملة موضوع تقل لك أنا ما عندنا شكال ننطلق للأسر سوف نرى المبادرة في التنازل لرئاسة الحكومة للمستقلين تأتي أكلها؟ لا لا تأتي أكلها لا تأتي أكلها لماذا؟ أولا هل هي حسن نوايا؟ أولا حسن نوايا؟ استعمال للمستقلين؟ أولا أفرز كما أفرز هذه ورقتين أفرز عن التيار الصدري وأفرز عن الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي قدم مشروع بسلاسة عكس التنازل الصدري الذي قدمه بتهديد ووعيد وتكابر وتعالي يعني اليوم تردون سيروا نيال ثم مستقلين تردون ترحوا اللغات ثم إذا ننكر عليكم مو هي شي اليوم نحن نحتاج لنا لغة الحوار الحقيقية والسياسة هي فن التحويل وفن الممكن مو أولا من الغذاء لا يقل أهمي عن هذا الموضوع طبعا حديث عن هذا الموضوع تبقى معي يسار علي الفتلاوي أثناء أتقدم بشكر جزيلا لساد أحمد العبدالله عضو المكتب السياسي لحركة واعي شكرا جزيلا لانضبامك معنا في هذه الحلقة من حصاد الأيام متواصلين معكم مشاهدي الأحبة وتابعونا في الملف الآخر تعطل الموازنة العامة الاتحادية بسبب الخلافات السياسية والبديل قانون الأمن الغذائي والذي يثير لغة كبيرا داخل البرلمان ترجمة نانسي قنقر من جديد حياكم الله يسعى البرلمان لسن قانون استثنائي يعالج تأخر الموازنة ويتضمن مواد تواجه الأزمة المالية وتوفير الأمن الغذائي إضافة إلى مشاريع جديدة اقتصاديين يشوفون أن قانون الموازنة بأوراق موجهة وتنبؤات مستقبلية أما قانون الأمن الغذائي فيفتقد لتلك الضمانات كان الأجدى بالحكومة حسب رأيهم أرسال مشروع الموازنة من أفن الثاني خلونا نناقش هذا الموضوع بأبعاد المفصلة لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نوهي الشمالي وسط أزمات الواقع السياسي التي حلت تباعنا مطالب الشارع العراقي تتعالى بحل العقد الحالية التي تعيق إقرار الموازنة فبعد انقضاء أربعة أشهر من العام الحالي البلد خال من الموازنة المالية للحكومة الاتحادية تحت تأثير النارات السياسية بين الكتل المتخندقة حول مصالحها الشخصية وتشغل حاصل داخل البيت السياسي منذ انتخادات تشرين المنصرمة إذ ألقت بمساوئها على الواقع الاقتصادي ففرت سيولة مالية ضخمة ممكن هذه فرصة ذهبية للعراق لإستغلالها للتنمية الاقتصادية السريعة للبلد وهذا كل طبعا يطلب تشكيل الحكومة ويطلب دعم الجهات التشرعية والجهات التنفيذية لقارب الموازنة وإقرار القوانين التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلد فلا حل أمام البرلمان الحالي الذي جاء من دون إنجازات تذكر إلى هذه اللحظة إلا الإسراع بتقديم الموازنة لإقرارها في حين يرى متابعون عدم إمكانية إقرار قانون الأمن الغذائي بدلا عن الموازنة وبحسبهم أن تمرير هذا القانون له تداعيات سلبية لما يعطي للحكومة صلاحيات التصرف بالمال العام وبالتالي يسهم بالالتفاف على الموازنة العامة للبلد قانون الأمن الغذائي كمختص في مجال تعزيز النزار ومقافعة التنزارات هناك شكوك كبيرة بأي قانون مالي بدون وجود حكومة وهناك أكي شبهات فساد لنعرف الآليات بالعملية التعامل الأمن الغذائي يجب أن يدار من قبل لجنة وزارية وليست لجنة سياسية لجنة وزارية بأطراف محددة حتى تكون هذه اللجنة محل مسائلة ومحاسبة وقياس للأداء وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وكذلك رفع صرف الدولار الذي جاء تحت ذريعة موازنة الاختلال الحاصل في اقتصاد البلد إلا أنه ما زالت الموازنة معلقة بين الإقرار والتأجيل تتأرجح على خطى تشكيل الحكومة وحل المزاعات الراهنة لتأتي بدورها مساهمتان بحل المشكلات المالية نهاش ماري الأيام الفضائية ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجدد المشاهدين الأحبة وجدد الترحابي ضيفي الكريم صلى الله عليه الفتلى ويعضو تلاف الفتح حياك الله أحمدك يا صلى الله عليه ورحب أيضا بأستاذ ضياء المحسن الخبير الاقتصادي والمالي حياك الله أستاذ ضياء هل تعتقد أن مجلس النواب ماضي بإجراءات تمرير قانون الأمن الغدائي رغم أن لغط الكثير والكبير الذي أثير حوله؟ صراحة إذا نتحدث عن البرلمان الحالي الموجود هو سوف يمرر هذا القانون يمرر هذا القانون لعدة أسباب السبب الأول هناك توافق واضح أو اتفاق واضح ما بين التحالف الثلاثي والحكومة ووجود الآن تصريف أعمال يدري لعدنا دلة كثيرة بأن اليوم جميع اللجان في داخل قبة البرلمان أخذت للتحالف الثلاثي يعني اليوم كإطار وكمستقلين وخير ما أعدهم فد لجان خاصة اللجان المالية والرقابة وغير فذلك قد يمرر من خمسين زاد واحد خمسين زاد واحد مكتملة الآن لكن اليوم نضرب على وتر وهو ظنور العراق والعراقيين يعني نقول هذه الصفقة وهذا القانون الذي يسم هو في مصلحة الشعر العراقي وفي مصلحة الشعر العراقي كيافة كماشيته لكن واقعا وغير ذلك بكثير أمور أولا لا يحق للحكومة الحالية عقدها كذا اتفاقات أو صفقات وتمريرها من خلاله يجب أن يكون تكافؤ أين دور المعارضة الذي يشدونه؟ يعني أخوه يقول لك نحن نريد معارضة أنا هذا القانون ما مقتنع به أنا مقتنع به أطيك سلبيات أطيك إجابيات لكن سلبيات كثيرة واحدة من السلبيات بأن هذا راح يجعل عراق غائرا في بحر الديون يعني أنا لحد يوم 2025 بعد المطلوب وراح تجيب لديان أكبر من قيمة وتخلي فوق راسي وكل هذا وتقول الله فيه مصلحة الشعب لا أقول له مصلحة الشعب العراقي خليه يطول نجال ونشوفهم شلس البيات على طريق البرنامان طبعا ونشوفهم شلس البيات أفضل ما تأخذ في هذا الوقت وأنت ما لك حق تعقد في السلقات طيب صدياء وجهة نظر الكتل والأحزاب المؤيدة لمشروع الأمن الغذائي وهذا القانون أنه يحقق الأمن الغذائي يخفف من مستوى الفقر في العراق يحقق الاستقرار المالي إلى أي جهة ميل حضرتك ولماذا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وسعد الله مساعدك أستاذ أحمد نور السعيدة أستاذ الفتلاوي وشكرا لقناتكم الكريمة خوصية كما ت vedette والأمن الغذائي التي مرسل إلى مجلس النواب الآن مجلس النواب لا لجانا دائمة كل اللجانة التي موجودة هي لجانا مؤقتة هذه اللجانية مؤقتة لا يمكن أن تمرُ القانون كقانون الأمن الغذائي القانون الأمن الغذائي من الإسمارته يحاول أنه يأمن الأمن الغذائيU المواطنين أما الغذاء يشمل يشمل الغذاء زائد للدواء بقية الأمور ما لا علاقة بها القانون بقراءة بسيطة أولية للقانون تجد أن القانون بالدلاجة تتحدث عن هكذا تأمين الغذاء للمواطنين لكنهم منتقل بالتفاصيل والتفاصيل دائما الشيطان يكمل في التفاصيل تجد أن كثير من الأمور أدخلت والأعتقد السيد علاوي وزير المالية يتحدث عن أنه بعض الفقرات أدرجت بدين عن نوزاعة المالية وهذا لا يمكن أن يكون لأن نوزاعة المالية بيدها النفقات فلا يمكن أن تقوم أي الحكومة بإدراج هكذا ماد بدون موافقته هذا أمر الأمر الآخر الذي نستقرب له أنه القانون ما أرسل أول مرة كان يتحدث 30 تريليون دينار عراقي بعد ذلك تم تخفيضها مرة ثانية ومرة ثالثة إلى أن الآن أصبح 23 تريليون دينار أنا من ألاحظ من ألاحظ هكذا تخفيضات يعني أول ما يختار في بالي أوجه الفساد اللي كان ممكن أن تروح بها تروح إلى هاي 7 تريليون وبالتالي من الممكن أن تكون هناك مبالغ يمكن تخفيضها أكثر الحكومة حكومة سيدي كاب كان بإمكانها كان بإمكانها مخاطبة مخاطبة مجلس النواب بمنحها صلاحية بإرسال الموازنة اللي هي أكلت إعدادها قبل شهر العاشر من عام 2021 مفصلة على وفق الوزارات الحالية تمام أنه الوزارة اللي ستتفصل نفس التفصال أحمد تعرف أن الآن إحنا راح نقترب من النصف الأول من العام بالتالي حتى الحكومة الجديدة إذا قيض لها أن تخرج إلى النور فبالتالي ما يريد أنه تشتغل إلا على وفق موازنة مثلا صرف واحد على طمع على أقل تقدير بالتأكيد تمام فبالتالي نحن نحتاج نحتاج بدلا من قانون الأمن الغذائي اللي هو لا يمكن أن يكون بديلا عن الموازنة لأن أبواب الموازنة أبواب متفرعة وكثيرة ومتعددة لا يمكن أن يغطيها قانون الأمن الغذائي يفترض بالشيدي كاظمي وأكرمها ثانية يفترض بي أن يقلم بمخاطبة مجلس النواب بمنحة صلاحية على أرسال الموازنة وقراءتها من مجلس النواب ثم يقرارها نعم أستاذ علي وفقا لما تفضل به سيد المحسن بالمقابل أنه القوى النيابية اللي أشرت إلى حضرتك أنه المناوئة والما قابل على هذا الموضوع أشوف أنه بهدر كبير ذريع للقوى المسيطرة على البرلمان بأنه راح تهيمن على يعني على القرار بصورة عامة وأيضا حتى على موارد تنفيذ هذا القرار بالتالي أنه نشوف هذا القرار أنه الشعب لا زال يعني بحاجة إلى إلى دعم سواء بالموازنة أو الأمن الغذائي طيب بالحال تيندع لا مش هذا ولا مشت الموازنة شنو النتيجة لا هي كموازنة يجب أن تقرأ أولاً ليش هذا القانون قلت لك علي شبهات كثيرة وكبيرة ليغرق العراق بالديوم يغرقها إلى سنوات طويلة طبعاً ليس سنة و سنتين و ثلاثة يغرقها إلى سنوات طويلة الشبهات الكثيرة التي تحوم حول الأرقام الثلاثة هناك ما قبل وما بعد يعني قبل الصفقة قبل على اعتبر الصفقة قبل الصفقة وبعد الصفقة جاء الصفقات كبيرة ومن شرابها وصف في نفس المصلح نعم في نفس المصلح يعني اليوم فرضاً بادي السماو في نفس المصلح انبوب النفوط من الجنوب إلى العقبة نفس المصلح ذنب اليوم عليه شبهات كبيرة فلذلك على الشعب العراق عن يعي المرحلة الخطرة التي يقع بها ثقوا اعتقد أجيان ما رح تلعنا على هذه الصفقة الكبيرة سوف تلعنا ليش رح تبقى مدام إلى دول قد تكون تستنزفك وتأخذ طاقتك وتأخذ أموالك وإراداتك فلذلك اليوم يجب أن أولاً نجد الحلال لهذا السياسة المتوقفة الآن وفيها السداد واضح يعني نترك الأمن الغذاء ونترك الموازن نروح نحل المشكلة السياسية حتى بعدين تجي الموازنة في محلنة يعني الموازنة هو متعلقة بالبرلمة الموازنة متعلقة بالبرلمة يجب أن يكون أول برلمة ماذا عن منح رئيس وزراء تصريف الأعمال صلاحية لإقرار الآن بعض البرلمان وبعض الكتل السياسية نثق بتصريف الأعمال ما جايثق بي يقول على أنه الكثير من الهجوم الذي يكون عليه بناء على الخطوات التي يخطوها يخطوها بصفة غير رسمية اثنين لا يعد لبرلمة اثنين لا يحق له دستورياً ويجب أن يطيب كذلك مثل هذه الأمور في خارج من طاق صلاحية وليس صلاحة فلذلك يجب أن تعي كل الكتل السياسية المرحلة الخطرة التي يعيشها الشعب العراقي أولاً فيتركوا المهاترات ويتركوا الأرباح الحزبية والفئوية والاقتصاديات وينظر إلى الشعب العراقي كون الشعب العراقي لا يتحمل الآن وصل الشعب العراقي بأنه جاي نشوف الحالة المادية تتدهور الحالة الأمنية تتدهور الحالة الاقتصادية تتدهور حتى الحالة الاجتماعية الآن فساد في كل مكان السلب والقتل العشائر قامت تأخذ تفريد الطبعاً لكويت يعني حالة أمنية يرثى لها فلذلك اليوم التوافق ووضع جدولة زمنية حقيقية للانسداد السياسي هو الحل الأفضل حتى نستطيع أن نقتل خطوة الثانية على حال يقدر الشعب يرتاح ويقتنفس من من الرحة نستطيعها نتحدث عن وفرة المالية وارتفاع سعار النفط وكل هذه المسائل ولكن وفرة المالية من منظور ما تفضل به سيد علي الفتلاوي بأنه ليش تضطر للإقتراض وبالتالي أنت عندك وفرة مالية أيضاً قطاع الزراعة وقطاع الصناعة ليش ما تنبنيهم وتعزز مواردك كميزانية عراقية هذه المنتوجات الزراعية توفرها والسد النقص الحاصل مريد أن نصدر على أقل تقدير وتوفر أملك الغذائب هذه الطرق يعني ليش إحنا ركضنا حرب روسيا وأوكرانيا وخلاص الحنطة ما راح تجينا نعم يعني بس خلي أذكر لك أننا نحنا خلال الربع الأول من السنة يعني عدنا إيرادات نفطية جاوزة 38 مليار دولار هذا الرقم كبير جداً لذا قصنا بالإيرادات النفطية نفس الفترة بالعام الماضي ونفقاته يعني عدنا وفرة إذا طرحنا نفقات ومدفوعات القروب وخدمة الدين أعتقد تبقى أن وفرة تقترب أو تزيد على 10 مليار دولار الحديث عن الزراعة والنموذ بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعي تعرف أنه نحن الآن البلد يعاني من شحة مياه هاي تحتاج إلى دراسات أستاذ أحمد إلى أنه أنت كسلطة تنفيذية لديك الرغبة في أن تنهض في هذه القطاعات مثلاً يعني أنا من أفتر الدراسات موجودة ساغية بس جيب ليس مع جيب لي طبق خلي أجيك بس من فضلك خلي أجيك بشوي الآن من ستفترق يقول لي أنا أدي شحة مياه وبالتالي يجب الوزاة الزراعة تخفض الخطة الزراعية إلى النصف ما يعني أدي بديل مثلاً أدي العبار الارتوازية ثم أدي تحرية البحر هذا مورد دين من الممكن أن يستفاده من عدهن وهاني مجحتاج مبالغة كثيرة يعني أنا أخلق إذا روح التجارب الآخرين دول الجواب الآن الكويت تزرع تزرع وهي معدها لا دجنة ولا الفرات الملكة العربية السعودية تزرع وهي محصورة في بحر وبالتالي تحل المياه البحر الإمارات كذلك فبالتالي أنا أستفاد من تجارب الآخرين في هذا الجانب في الجانب القطاع الزراعي أنا لما تكون عندي أفرة بالمنتوج الزراعي أحتاج إلى تفعيل وتأهيل قطاع الصراعات التحويلية حلقات مترابطة وحدة مع بعضها لذلك أنا شغل أقول إنه ما تكون هناك رغبة لدى سلطة تنفيذية للعمل سوف تعمل لكنها يبدو أنه ما أدهد هذه الرغبة بدليل نحن دائماً عندما نتعرض إلى أزنة رأيساً نذهب إلى الإجراعات الجاهزة وهذه إجراعات ترقيعية موجود البنكي الدوري وقرب ناسقة بشي مش راح يصير ماذا أستاذ حل أقول لك عمر القروض وخاصة من البنك الدولي عمر القروض القروض البنك الدولي ما ساعدت على الشعوب ما ساعدت الشعوب يعني كثير من الشعوب أمتظت ولغت القروض الصندوق النقد الدولي واعتمدت على الاقتصاد الداخلي ونقضت احنا ما ينقصنا شيء احنا ينقصنا ينقصنا بس الإدارة عندنا أموال عندنا ثروات وعندنا طاقة شبابية يعني عندنا طاقة شبابية مثقفة عندنا ناس تقدر تشتغل تطلع من هذه الترابة طلع للزهاد أخذ لها الترابة بس مكثرة بالجو والقاح خلينا نروح لأستاذ علي اسمح لأستاذ ضياء استاذ علي لما 25 تريليون دينار الفائد المتحقق من زيادة أسعار النفط بحسب تصريح حكومي هذا الموضوع ما راح يغنينه عن الذهاب إلى أمن غذائي وكلام من هذا القبيل بالتالي من يمتلك المال يمتلك الكثير من الأمور يعني على مستوى اليوم الشاب العراقي يعلم بأن العراق هو أغنى دولة في المحيط الموجود لكن يحتاج أنه يحتاج أنه أولا سياسة صادقة سياسة صادقة من هذه السياسة صادقة تنبثيط أو تنطلق قسم صغير في هذا العراق وهو التخطيط التخطيط اليوم نرى كل دولة ما تبني إذا ما لديها كفاءة في وزارة التخطيط أو في نظام التخطيط الذي يعمل عليه حس على مستوى الحكومة عندنا وزارة التخطيط ما عندنا وزارة التخطيط فقط اسم حس حتى على المستوى المجتمع المدني الآن في المركز للدراسات الاستراتيجية أصبحت الأسماء الكبيرة موجودة لكن ما سوى بالأسماء الكبيرة فارغة من محتوىها ما سوى بالاسم الكبير أنا أريد اسم صغير لكني يسد رمقي يخليني أمشي أتواكب مع المجتمع اللي دائر مدائري وإلا على بطل الساد الكريم بأن اليوم اللي ماراك مو أفضل مني أنا أمتدك أمتدك نحن يسموننا بلاد السواد بلاد السواد زين احنا أهل الصناعة احنا الحضارة احنا المياه زين كل الدول اللي دائر مدائري هي مو بكفاتي لا بعقليتي ولا بشجائتي ولا بمكانت راحنا عندنا مبالغ انفجارية كديرة ليس فقط انا فقط كل موارد العلاق الآن فيها مبالغ انفجارية على مستوى الزراعة على مستوى الصناعة على مستوى المنافذ على مستوى السياحة وفي كل م problام هذه هي وزارة البلديات البلديات تسمعوا صوت البلديات لأي اضط البلد الروض كل شيء ي Lat Kyarq سيحب من يس Garage Plan عم سست три ملايات سي ملايات هو؟ إذن هاي بين أموال تجبه وين تروح الشرطة الداخلية الداخلية إن كانوا مقمارق وإن كانوا المناثم هذي كلهم موجود مواجهة من جاي تروح أكو رقيب ماكو رقيب طيب هنا نحكي نرجع موضوعات السياسة ومناكفات السياسية إذا بتعدت هذه المناكفات السياسية عن تدخل في قوة المواطن قوة المواطن لما يكون هذا القانون يراد إليه أنه نصعد الناس اللي هم تحت خط الفقر فيبدو من كلامك أمسى أظهر أنه راح نزيدهم فقر بل حتى اللي فوق خط الفقر راح نزيدهم تحت خط الفقر بالتالي مناكفات السياسية ما نقدر نخليها فقط للسياسة وخانة القوة نقليها وحدها يعني شي مرتبط بالشي اليوم العمل بضد يوجود بالنسبة قلت لك هنا قلت لك النظام العراقي والسياسة العراقية ما تبني على اساس التقوير تبني على اساس التهديم يعني اليوم من تجي هاي الأربع سنوات راح يلعن قبلها ليس صحيح يعني يعني العوادي حتى الله وكي لا يعني يعني يسجل ويأذين ويطلع عليه خب التكمل كمل عليك أنت اليوم أنت طيقني هذا المقدار نعم أنت في خانة السوات أنت في خانة السوات اليوم أنا راح أبني أعمل مرة أبي المدعي الشعب العراقي يراه وينظر ويعطي الإجابة يعطي سلبنا وإجابة هذا اليوم هذا العمل بضد موجود من 2003 إلى هذه الدقيقة وحتى هذا الإنسادات السياسي هو سبب ضد يعني اليوم خنشيل إفلام نكمل عمق السياسية أنا اليوم عندي مرتكزات عندي الهدف هذا الهدف يجب أن أسير نحوه نتوقفني أي مسمى موقفني إذا فعلا جاد في كلامي واردني نتوقفني لا على الحسين ولا حتى أكبر من على الحسين عندي هدف تمشيله أنا ليس قصيك على ما أدريك وتجاوز عليك وتعال عليك بالدكتاتورية والكذا لا أخذ مصحح اليوم تريد تبني أنا هاي إيدي منه دود البناء وإذا خطأت نتحاسب تحاسب الشركاء لكن اليوم لا يبنى الإراءة بالمعاوم بل يبنى بالعيادة النظيفة ويبنى بالعيادة القوية والسواعد أصبحت للتهديم ولكن على أي حال إحنا أشركنا متابعين وقع قناة الأيام الفضائية في سؤال هذه الحلقة وهذا الملف هل تعتقد مشاهدي الكريم أن تعطيل الموازنة بسبب الخلافات السياسية الحالية وعدم تشكيل حكومة 60% من الإجابات قالوا نعم و25% قالوا كلا 15% تحفظوا على الإجابة الرسال عرفت الله وعضو اتلاف الفتح شكرا جزيلا لحضرتك لهذه الإثراءات المعرفية والأستاذ يا أنوحسن الخبير المالي والاقتصادي شكرا جزيلا لهذه الإضاحات المهمة وشكري موصول لكم مشاهدي أحب على حس المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا لكم 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 اشتركوا في القناة